بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أمصلي على سيدنا محمد النبي المليح صاحبي المقام الأعلى ولسن فصيح على أله وصحبه وسلم سلم أشكر سيد رئيس الجلسة دكتور عبد الجليل عنوش على تفضلي بإعطائي الكريمة وكذلك أشكر الإخوة المنظمين لهذا اللقاء اللقاء الرائع العلمي الذي كنا في أمس الحاجة إليه وبل الأمة الآن في أمس الحاجة إلى مثل هذه اللقاءات على ضوء ما يتجدد وما يستجد في الساعة سمعنا مضاخلات وحضارات الإخوة الأساتداء على مستوى راقي جدا وتعبر عن هموم وعن قلق قائم في إطار موضوع الدين والتديم وفي الحقيقة هذا الموضوع الذي اخترته بطلب الأستاذة المقتدرة الجادة ذات الكفاءة العالية الأستاذة الأخت الكريمة ملكة خطيري والأستاذ دكتور سيد نوردين الأستاذة هذا الطلب فعلا استجبت إليه بقلب منشرح وفرح وصرور لأنني أتعامل مع أشخاص صادقين أشخاص لهم بعد ولهم غير دينية بكل معنى الكلمة وغير علمية بل كفاء علمية نفتخر بها في هذا البلد وكذلك نفتخر بهذه المؤسسة المركز البحوث والدراسات النفسية والاجتماعية إنسانية والاجتماعية ووجداء ونفتخر بالعلامة الأستاذ مصطفى بن حمزة الذي يعتبر قطبا في هذا العمل والسيد مدير المركز والسيد الرئيس المركز الكل نفتخر بهم لأن وجداء أصبحت مركزا علميا وروحيا ودينيا أتحدث بحال لأن وجداء بهذا الإنجاز تمثل الرقم الصعب الواحد على المستوى الوطني بل أقول على المستوى العالم الإسلام بما والذي يريد أن يتأكد من كلامي في اليسعد إلى غابة سيد معافا وليلقي نظرة على هذه المدينة فسيرى على أنها دات توابت كلها مآد وكلها مساجد وكلها اطمئنان وانبساط وانشرح وهذا منظر قانورامي يعطي لنا إشارة إلى الأطمئنان الروحي وعلى أن هذه المدينة قلعة برجالها وبأهلها موضوع الذي اخترناه هو قواعد التابات والاستمرارية في الإسلام لمواجهة التغيرات والتحديات وهذا الموضوع في حقيقة سبب لي نوع من الارتباك في اختيار عناصره لأن قضية التوابيث متراكمة وقواعد هذه التوابيث أيضا تحتاج إلى استخلاص واستخراج وبالتالي التغيرات لا تنتهي والتحديات مستمرة إذن نحن كأننا في عجلة زمنية هذه العجلة الزمنية كما عبر عن تعريف الزمن وهو مرور مستمر وانقضاء دائم ومضي لا ينقلب ولا يرجع إذن كيف يمكن أن نتخلص ما هي الوسائل التي يمكن لنا أن نطرحها لكي نكون على ثبات وعلى استقرار إذا جارينا هذه الطروحات التي ذكرها الإخوة الأساتذة وهذه المستهجنات الفكرية وهذه المفاجآت وهذه المؤامرات الدولية والمؤامرات المذهبية وهذا الشقاق وهذا النفاق سنعيش شتات فكري وذهني ولن نستطيع أن نلملم هذه الأشياء لكن عبد ربه المتواضع حاولت في سرعة خاطفة أن أضع بعض اللمسات على بعض العناصر المؤسسة التي تحاول أن تضبطنا نحن ككل حتى نبقى في إطار ثوابت وفي ثبات وفي المحافظة على قواعد هذا الثابات وهذه الثوابت فأول هذه الثوابت وهو قول الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب أول تابت ينبغي لنا أن نطرحه في بب تديون وهو أن الدين الإسلام لا لا نزيد على الدين نزيد على التديون ومظاهر التديون وأشكال التديون ويمكن أن أكون منتمع إلى الإسلام ولكن تديوني ليس كتديون الآخر كما قال نبي صلى الله عليه وسلم يخرج في كل قوم يحقر أحدكم صلاته بصلاته وصيامه بصيامه يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي أنت تديون ولكن المآل الذي كما ذكر الأستاذ قضية التأويل والمآل كيف سنصل يعني كيف سننخلص هذا الأمر إذن نقف عدة نقطة أساسية الإسلام الدين الإسلام لأن هناك الآن طرحات تريد أن تجعل المساواة بين الإسلام وبين المسيحية وبين اليهودية وبين العلمانية وبين البودية الآن في أوروبا أصبحت المجوسية والبودية والهندوسية أو السيخ يفعلون أثائلهم لمجرد شبهة روحية يستعملونها ولهذا ينبغينا أن نقف نحن كمسلمين عند هذه النقطة لا نتنازل عنها لا نتنازل عنها هل المسيحي يدخل النار أو يدخل جنة كيف وشن نشرح هذا الموضوع نحن الأسنى متطرفين ولا أصحاب إقصاء ولا كذا ولكن لنا قواعد وتوابط هي التي ستبين على أن المصار الذي عليه الإسلام وقواعد الإسلام هي التي تجعلنا فريدين في هذا المجال ننتقل إلى الثوابت وسأعدد بعض الثوابت التي طرأت في هذا المجال أولا سنحدد مفهوم الثوابت ما معنى الثابت وما معنى المتغير نتحدث عن الثابت والمتغير والمتغير في الدين إذا قلنا الدين ثابت له قواعد كيف نقول بالمتغير إذا قلنا هذا إنسان فكيف نتحدث عن غير نصفه بغير إنسان طرأت لي فكرة حول موضوع الثوابت والتغير في مجال الطب كنموذج مجال الطب فيه ما يسمى بالثوابت وبين المتغيرات بالفرنسية يقال لهم الكنستان ولي معجب الثوابت والمتغيرات المتغيرات فيها الفيزيولوجيك والمتغيرات الفيزيولوجية الطريقة والمتغيرات المراضية إذن هذا النموذج من المتغيرات هو الذي سيحدد لنا كيف يمكن هذا التغير يبقى مرتبط بالثوابت فإذا قلنا بالثوابت الفيزيولوجية أو المتغيرات الفيزيولوجية فإن هذه المتغيرات الفيزيولوجية تربطنا بالثابت بالثوابت الحقيقية لأن التنفس هو تنفس هذا ما يسمى عدد التنفس كذا وكذا ولكن حينما يقع هناك ارتجاج أو جاري أو حركة تعطي لك تنفس زائد ولكن هذا التنفس الزائد الذي هو له إيقاعه مختلف عن التنفس الأول لا يخرج عن إطار التنفس الصحيح السليم إذن يبقى مرتبط مع الكنستون هذا كنموذج تقريبي فقط لكن التنفس المرضي وهو الذي يصيبه بالسل والضاران وكورونا وهو هذا يسمى الفغيياتيون باتولوجي إذن ننتقل من هذا التصور البسيط للثوابت والمتغيرات فنطرح أول ثابت في الإسلام ألا وهو ثابت الإنسان الإنسان هو محور الثوابت الإنسان هو محور الثوابت قبل أن نتحدث عن النص الإنسان وهو محور الثوابت لأن حينما نحدد الإنسان حيندك نطبق عليه هذه الثوابت فالإنسان في القرآن أن خلق الإنسان علمه البيان وليس الذكروا كالأنثى إذن هنا أصبح القرآن يحدد لنا عناصر المجتمع التي ستصبح هي مناطة تكليف الإنسان هو مناطة تكليف إذن نحدد من هو الإنسان ونحدد من هو الرجل ومن هي المرأة إذا لم نحدد المحاور ونقف عند هذه المحاور الإنسانية لا يمكن لنا أن ننتقل إلى المحاور العقدية فإذن نحدد الإنسان هذا المحاور الأول نحدد المحاور الأول لإنسان هل هو حيوان ناطق أم أنه حيوان ناهق إذن الجنس القريب والفصل القريب ثم بعد ذلك ننطلق حتى لا تختلط المفاهيم فنصبح حين أيدين لا إنسان ولا حيوان وهذا هو الذي تسير إليه البشرية حينما فقدت هذا الثابت المحدد لمفهوم الإنسانية والإسلام ركز على مفهوم الإنسانية وعلى أن الإنسان هو أرقى كائن في هذا الوجود وأنه هو الذي أسجد له الملائكة وما إلى ذلك كرمنا بني آدم وحمد ننتقل إلى التابت نتحدث عن التابت العقدي أول تابت هو التابت العقدي التابت العقدي في الإسلام ينبني على ثلاثة قواعد ثلاثة قواعد لا يمكن أن نكون مسلمين بغيرها التقديس والتنزيه التصديق والتسليم التقديس والتنزيه نزيل الله سبحانه وتعالى يعني إعطاء مفهوم الألوهية الذي لا يختلط فيه الإنسان بالألوهية كما وقع المسيحيين وبعض الطوائف المغالية أصبحت تؤله الأشخاص واحتفل في العالم الإسلامي إذن حينما نطرح ثابت التقديس والتنزيه نشد هذا الباب حينما نطرح التقديس والتنبيه والتنزيه نطرح بجانبه التصديق لأن حينما لا تدرك معنى التنزيه ومعنى التصديق يعني المصطلح النصي وتتعامل مع النص الديني وما يعنيه هنا حينما تعجز عن فهم هذا المصطلح يكون مطلوب منك مبدأ أخلاقي وهو التصديق لأن التصديق هو الذي سيربطك بالتنزيه والتقديس أقرأها كما جاءت وإلا فإن هناك باب آخر مفتوح وهو تطرق إلى أستاذ نقاز وكان موضوع مهم جدا وهو أنه موضوع التأويل هنا مربط الفرس في الانزلاقات وهذا هو الذي دفع هؤلاء الباحثين العلمانيين والحداثيين أنا لا أريد أن أقرأ لهم لأن هناك عابتية وتضيع في الوقت في بعض الأفكار لأنها خلط فليس لهم لا مفهم تقديس ولا مفهم تصديق ولا مفهم تأويل إذن حينما يأتي مفهم تأويل فالتأويل ليس للعامة ولكل من هب ودب إنما له أهله إذن يأتي مبدأ آخر في مجال العقدي وهو التسليم لأهل المعرفة أي للعلماء الكبار الذين يدركون الانتقال من الظواهر النصوص إلى بواطنها ومن الانتقال من الدلالة الظاهرية إلى الدلالة الخفية والاقتران الذي يقع في الاستعارات وما إلى ذلك هذا في مجال اللغوي لا أطيل هناك الثابت الثاني وهو الثابت التعبدي الثابت التعبدي في الإسلام هذا الثابت التعبدي وهو فيه قواعد أول قاعدة فيه وهو الطهارة طهارة مائية وطهارة مائية فيها طاهر مطهر وطهر غير مطهر وهذه الطهارة المائية طاهر مطهر وطهر غير مطهر هي لها دلالات أخلاقية ودلالات اجتماعية ودلالات تبين كيف أن العنصر حينما يكون متمكن من هذا العنصر الطاهر يمكن له أن يصبح هو مؤثر في الآخر لأن حينما نقول طاهر مطهر أي أنه له القدرة على تغيير فهذا الطاهر المطهر المائي له بعد جسدي وبعد روحي وهو الطهارة الروحية الطهارة الروحية التابت الأساسي في الأمة الإسلامية لا بد أن تكون مبنية على مبدأ أساسي وهو الذي يبين أين نحن نتجه وأي شطر أو شطائر أو شطائر كما عبرنا أساسي أي شطر نتجه ألو هو النية والنية هي الإرادة الباعثة للقدرة المنبعثة عن المعرفة خلي نترك تعريف النية العادي هي الإرادة الباعثة للقدرة المنبعثة عن المعرفة وحلل هذه الدورية فإذا لم تكن لنا معرفة ولم تكن لنا إرادة فلم تكن لنا قدرة إذن لا يمكن لنا أن نستمر ولا يمكن لنا أن نثبت ولا يمكن لنا أن نغير إذن نحن نكون في إطار نحن نخضع للتغيير لأننا نسعى إلى التغيير جيم الثابت السلوك الإجرائي الثابت السلوك الإجرائي ربما سأسرود فقط حتى لنا كنت تعسفت على الوقت فهناك السلوك الفردي الذي يتميز بالضمير المهني والإتقان والتفاني هذا العمل الضمير المهني والإتقان والتفاني في جميع المجالات وهناك السلوك الجماعي الذي يتميز بالتعاون بالتكافأ هناك في التوابط الإسلامية هناك العدل وهناك الإحسان هناك التعاون بالتكافؤ والعمل الإحساني هذا هو الذي يعطي لنا هذا اللحمة الاجتماعية اللحمة رحمة الأمة الأمة بنيت على هذه اللحمة التكافؤ في الفرص التكافؤ في العدالة التكافؤ في كده وفي نفس لقط هناك إجراء إحسان الفضل لا تنسوا الفضل بينكم هناك الثابت النفسي الثابت النفسي له عنصران هنا تصرت على هدين العنصرين وهو الملاحظة الداخلية الملاحظة الداخلية التي نقتبسها من حديث حنضلة الربيعي الذي جاء قال نافق حنضلة يا رسول الله هناك مراقبة الداخل أن المسلمين ليسوا عبارة عن عمائم ولا طرابيش ولا جلبيب وإنما هم شيء جوهري جوهر قوي ولهذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه نجأ يهوديا فقالوا له يا محمد إن أصحابك يأتيهم الوسواس ونحن ننام ولا يأتينا الوسواس هذه إشكالية أنا مسلم ولكن لدي الطراب ولدي وساويس فقال له أبو بكر صديق رضي الله عنه قال لهم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر قل لهم قل لهما قال هناك بيتان أبو بكر قال هناك بيتان بيت مملؤ بالجواهر واللآلئ وبيت كلهما زابل وأوساخ وما اللص ماذا سيقصد قالوا يقصد بيت الجواهر قال كذلك إبليس والشيطان إنه لا يقصد قلوبكم الخاوية والخراب وإنما يقصد القلوب العامرة بالإيمان والتقوى هذه إذن هنا يعطينا حديث حنضالة يعطي لنا عدة قواعد مبدأ المراقبة والمحاسبة المجهدة والرياضة ثم تأتي بعد ذلك قاعدة الملاحظة الخارجية وهنا سنرى قواعد أنا قواعد كبيرة مع الأسف لا نقف عندها لو وظفناها لكنا ملائكة نمشي على الأرض قاعدة المرآت قاعدة المرآت المؤمن مرآته آخه شف فيه نشوفك قالوا شف فيه نشوفك طاجر الحوت أنت مطيب وأنا ما نكلك إذن يكون هناك قاعدة المرآت وهناك قاعدة المراجعة والتواصي وتواصل بالحق وتواصل بالصبر وهناك قاعدة وهذه هي التي نحن لا نستطيع أن نتنازل عنها ألا وهي قاعدة الخطأ والرجوع عنه هذا هو الذي دمرنا نحن قاعدة الخطأ والرجوع عنه أخطأ عمر أصابت امرأة هذه قاعدة فهناك بقية ثوابت هناك ثابت الأخلاقي وقاعدة التي أسمح الغرزة قاعدة تتضمن ثابتة الأخلاقي أولا قاعدة العدل والفضل ثانيا قاعدة الصمت والكلام يساوي الفضلة وسط بين الرديلتين يساوي كلما اتسعت الفضلة قلصت وحاصرت الرديلة كلما اتسعت الفضلة قلصت وحاصرت الرديلة فنحن نرى المسامع يتسع في الرديلة ولكن نحن لا نوسع في الفضلة إذن كيف سنحافظ على التواب ثم هذا يعطي لنا صدق الرواية والحديث ثم أيضا يعطي لنا كمال بين الأخلاق النظرية والعامية هناك قاعدة الإخلاص إلى آخره وآخيرا نتحدى أو أختم بهذه المتغيرات التي نحن نتخبط فيها وأحدد ملامحها هناك المتغيرات والتحديات المتغيرات النفسية في الرؤية والشعور والوجدان وعلاجها إلى آخره ثم المتغيرات الاجتماعية العادات والأعراف التقاليد بحسب بلدان والأزمان إلى آخره ثم هناك وهذا هو الذي ينبغي العلماء أن يقفوا عنده وهي المتغيرات الواقعية والمفتعلة التمييز بين المتغيرات الواقعية والمفتعلة ونحن نتخبط في المفتعلات وليست في الواقعية وأخيرا لا نبي بعدي نقف عند هذا الثابت وهو لا نبي بعدي ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا شكرا شكرا